إذن منتبعين الكرام في صفعة أخرى لنظام حضيرات الجزائر على المستوى الدبلوماسي والعسكري على حد سواء فلوية المتحدة الأمريكية منتبعين الكرام مرر قانون الدفاع أو قانون الدفاع الوطني كما يصطلح عليه في الوية المتحدة الأمريكية لمن خلاله يتم اعتماد الميزانية العامة ديال الجيش الأمريكي كذلك ميزانية التعاون العسكري ما بين الوية المتحدة الأمريكية وحلفائها من الدول ومن بينها بطبيعة الحال المملكة المغربية فسابق المتابعين الكرام كان نظام حضرات الجزائر عن طريق السيناتور جيم إنهوف اللي تقلمت عليه بشكل مطول في عدد من الفيديوهات هذا السيناتور المتابعين الكرام كان يحاول إدخال بعض التعديلات على قانون الدفاع الوطني الأمريكي لكي يشترط على المغرب أن يتفاوض مع مرتزقة البوليزاريو من أجل تعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية وطبيعة الحال هذا التعديل رفضه الرئيس الأمريكي أنداك جو بايدن وقام بحذفه من القانون اليوم متابعين الكرام وبعد المصادقة على قانون الدفاع لسنة 2024 ليس فقط لم يتم الإشارة لقضية صحراء المغربية بأي شكل من الأشكال بل أن القانون يدعو إلى تعزيز التعاون العسكري مع المغرب بدون أي شروط ومن هنا متابعين الكرام قاعد ذلك التطبيق الذي كان يطب عليه الإعلام الجزائري وكان يقول على أن جيم إنهوف سوف ينتصر لمرتزقة البوليزاريو في الكونغرس الأمريكي ضد المغرب وسوف يقوم بتطبيق هذا القانون ذهبت أدراج الرياح وبالمناسبة متابعين الكرام السيناتور جيم إنهوف الآن تقاعد ولم يعد يشغل هذا المنصب داخل الكونغرس والمضحك في الموضوع أن جيم إنهوف تقاعد بأموال الجزائريين لوقفنا الآن في الطوابير لأنه كان يتلقى أموال طائلة من النظام الجزائريين من أجل أن يقوم بهذه الحركات ومن بين الأمور الأخرى التي كان يحاول يقوم بها وهو إلغاء منورة الأسد الإفريقي في المغرب لأن جزء منها كان يقام في الصحراء المغربية وحتى هذه المسألة بطبيعة الحال لم تنجح في نهاية المطافة السيناتور جيم إنهوف أخذ أموال طائلة وهو الآن يتمتع بتقاعد مريح بينما الجزائريين رهم وقف في الطوابير على أبسط المواد الغذائية وهذا هو المصير ديالك يا البوصباعي في حين أن الأجانب يخذوا الفلوس للنظام الجزائري وأن تتعاني على أبسط الأمور والمغرب في صحرائه ولا توجد أي قوة فوق هذه الأرض قادرة على تغيير هذا الواقع متابعين الكرام أراكم في الفيديو القادم